أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالعذى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دين الحق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد بداية كل عام أنتم بخير والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا إلى إخراج حلقات هذا الموضوع المهم على مراد الله تبارك وتعالى في إنزاله لكتابه الحكيم حقيقة الموضوع اللي احنا اخترناه هذا العام من الأهمية بمكان أن نكون جميعا على أهبة الاستعداد أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى بعيدا عن أي كلام قد سمعناه في الإسرائيليات أو ما شابه ذلك في تفسير الكتاب الحكيم أو إخراج بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وظهورها وظهورها على الساحة في المرحلة الأخيرة اختيار العنوان كان بدقة متناهية بعد عدة اجتماعات علشان نحط عنوان يليق بالموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه كان اختيارنا لعنوان دين والحق نتيجة تدبر كبير لبعض الآيات التي عرضناها لننتقي منها العنوان ويمكن لو حكيت لكم الاجتماعات اللي كانت بتتم علشان ننقل عنوان حي يتضح لحضراتكم من خلالها انه لابد ان نضع نصب اعيننا احكاما لا نحيد عنها ونحن نتناول كتاب الله تبارك وتعالى النقطة الاولى ان الكلمة القرآنية لابد وان تكون هي الحاكمة لكل السنة تتناول بالشرح والتحليل كتاب الله كلمة السنة هنا لابد ان نقف عندها طويلا الذي اعتاده الناس في الحقبة الاخيرة او في الحقبتين الاخرتين ان بنكلم عن موضوع لغة القرآن ومسألة لغة القرآن في حد ذاتها تحتاج الى وقفة بل الى وقفات لان كلمة لغة العربية لا تعرفها من قريب او بعيد قبل القرآن وبعد القرآن بمعنى احنا اعتدنا ان احنا نقول ان القرآن نزل بلغة العرب وان لغة القرآن كذا وكذا وكذا كلمة لغة في حد ذاتها العربية لا تعرفها يعني العرب قبل الاسلام كانوا يفهمون ان التعبير الحقيقي في المدار اللي انت عايز تقصده بكلمة لغة هي كلمة اللسان مش كلمة لغة لان لو فتحت المعجم العربي وحكاية المعجم العربي دي ان شاء الله هنعالجها على مدار الحلقات كلها ان الناس متصورة او بعض الناس ولا يمكن اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بعض الناس متصورين ان المعجم تفتح المعجم تطلع معنى الكلمة مسألة معنى الكلمة في العربية كلسان بعيدا عن لسان القرآن كلمة معنى يعني كلمة دي تساوي ايه في المعنى دي بعيدة تماما عن قواعد اللسان القرآن انا عارف ان الموضوع صعب بس هنمشي معاك وحدة وحدة الى ان نضع اسس لبناء برنامج دينه الحق دينه الحق وفي خلال الحلقات ان شاء الله هنكون حطينا ايدنا على كثير من الامور كلمة لغة هي كلمة في الاصل بعيدة عن العربية برضو يعني مش المفروض ان انا اخدكوا بالراحة علشان انا عارف ان الموضوع في غاية الصعوب كلمة لغة دي عشان اوفر عليك بقى وجع الدماغ يعني هي جاية من كلمة لانجوج اتنحتته بقى كلمة لغة وللأسف ان احنا في بعض المجامع اللسانية اللي هما بيقولوا عليها اللغوية اعتمدنا الكلمة لكن اللي يحزنك انك تلاقي مثلا الكلمة بعد مثلا مادة اللغو او قبل مادة اللغو طبعا انت عارف ان كلمة لغو معناها سيء جدا لغو الحديث او لغو الكلام ده معناه انه كلام فارغ وعمر القرآن او حتى لسان العرب في المنطق العربي ما يبقى كلام فارغ فكلمة لغو دي اللي جات بعد مادة اللغة او قبلها في بعض المعجم يعني لا اصل لها في العربية حتى لما كان كفار قريش يتغامزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يعطيه القرآن الولد الرومي اللي كان بيسن عنده السيوف الرسول عليه الصلاة والسلام المولى عز وجل انزل آية تحكم هذا الموضوع قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين المبدع في الأمر ان العرب تفهم تماما معنى كلمة اللسان اللي انت بيتقول عليها اللغة يعني لو قلتلك مثلاً ما الفرق بين لغة العرب ولغة القرآن بس تكلمني بالفصحة المفروض اقول لك ايه ما الفرق بين لسان العرب ولسان القرآن القضية في ايه القضية انه على مدار يعني 800 سنة 900 سنة بدأت تظهر كلمة اللغة وبدأت هي اللي تاخد محل لكلمة اللسان طبعاً انا عايز حداك النظر تكون صادق مع نفسك ايهما يجب ان يحكم الاخر لسان القرآن ام لسان العرب انا حتى عايز الفت نظرك الى ان ابن منظور رضوان الله عليه كان من الحكمة بما كان انه هو لما سمى المعجن بتاعه ما قالش لغة العرب انه ما قال ايه لسان العرب فيبدو لي انا شخصياً ان ابن منظور كان واعن يعني كان دقيق جداً في اختيار كلمة لسان العرب فاذا انت قلت في محاضراتك وفي دروسك للناس ان القرآن نزل بلغة العرب خلاص انت اسست عند ولاتك ان كلمة اللغة هي الكلمة التي يجب ان تلوكها الالسنة ويستخدمها الناس لكن ان شاء الله خلال هذا البرنامج وان كان لنا في العمر بقية فيما بعد ذلك ستجدنا بنقول كلمة اللسان واحنا كنا سنة 85 قدمنا فكرة في جامعة عن شمس انه يبقى مثلاً تقول مثلاً كلية الاداب قسم اللسان العربي قسم اللسان الفرنسي قسم اللسان الانجليزي يعني كلمة اللسان تحل محل كلمة ايه لغة وننسى كلمة لغة دي لان هي اصلاً لم يذكرها القرآن اطلاقاً القرآن استخدم يعني في محكم التنزيل وفي محكم الايات كلمة اللسان فانت ليه مش عايز تغير يعني ليه مش عايز تقول اللسان العربي في مقابلة او في مواجهة لسان القرآن فتعالوا النهاردة نحط القاعدة دي دي قاعدة اعتبرها نمرت واحد ان كلمة اللسان هي الكلمة التي يجب ان نستخدمها جميعاً معبرين عن القرآن او عن منطق القرآن يعني منطق القرآن باللسان القرآني ومنطق العرب باللسان العربي يبقى هنقول النهاردة هنشيل كلمة لغة من قمصنا خالص او معجمنا يعني وهنستخدم مكانها كلمة اللسان السؤال اللي انا بوجه لحضرتك وعايزك تاخد فيه قرار النهاردة قبل بكرة وقبل بعد بكرة وقبل الحلقات اللي جاية انك انت هتستخدم كلمة لسان بس هسألك بقى سؤال ما الذي يجب ان يحكم الآخر هل الذي يجب ان يحكمني انا كعربي لسان القرآن ام قواعد اللسان العربي واخد بالك قواعد اللسان العربي ما قعدت الا من القرآن الكريم فلازم انت تفهم المسألة دي يجب ان تكون الكلمة القرآنية هي الكلمة الحاكمة للقاعدة ايا كانت القاعدة سواء قاعدة نحوية او قاعدة بلاغية المهم ان اللسان القرآني يجب ان يحكم اللسان العربي دي اول نقطة ولازم نفهمها كويس جدا ان هنستخدم كلمة اللسان بدل كلمة اللغة من الان فصاعدة دي نملة واحد نملة اتنين ان كلمة دين والحق اللي احنا اخترناها كعنوان للبرنامج لو انت خدت بالك مثلا لو اقعدوا شوية يتفقوا كده تلاقي واحد قال ايه بس انا بقترح ان احنا نقول الدين والحق خد بالك من المنطق ده كويس يعني صاحب الفكرة عايز يقول نسمي البرنامج الدين والحق طب تعالى نشوف القرآن استخدم الدين الحق ولا دينه الحق عشان نرجع للمبدأ مين اللي يحكم التاني لسان العرب يحكم لسان القرآن ولا لسان القرآن يحكم لسان العرب وبمعنى ادق تاني الكلمة القرآنية تحكم سائل الكلمات في اي منطق ولا العكس طبعا العاقل وهو امام اعظم كتاب على وجه البسيطة وهو القرآن الكريم ولما يعرف كنه هذا الكتاب الحق لازم يقول ان الكلمة القرآنية لابد ان تحكم اللسان العربي او اللسان في اي منطق كان عربي انكليزي فرنسي الماني المهم طيب احنا فتحنا القرآن وشفنا ايه اللي يجب ان ينطق او ننطق به في سائر البيان والبلاغة والنحو الى اخر هذه الامور فمثلا وجدنا ثلاثة ايات الايات واضحة البيان شديدة الوضوح الذي يتدبر الامر فيها يعلم ان لله تبارك وتعالى في تنكير كلمة الدين غاية غاية وحكمة ومراض فلاقينا كده شوف شوف الاية بتقول ايه انا هقول لك التلاث ايات عشان تفهم احنا خدنا الاسم منين هو الذي ارسل رسوله بالهدى هقولها غلطة هو والدين الحق ليظهره على الدين كله في التوبة والصف ولو كرها المشركون وفي الفتح وكفى بالله شهيد لكن انا قلتها غلط انا قلتها بالمنطق العربي عايزين نسمي البرنامج الدين الحق ليه عشان يبقى الكلمة معرفة طب انت تفهم اكتر ولا المنطق القرآني بالقطع المنطق القرآني فاسمع الاية كما وردت في كتاب الله كده هو الذي سبحانه وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اهي كلمة الدين هنا جات معرفة لكن التوصيف اللي قبلها دين الحق طبعا الاية جاية معطوف على مجرور فجاية دين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في التوبة والصف وفي صورة الفتح وكفى بالله شهيدة فارجو ان نعيش التوقيع البياني لمنطق اللسان القرآني هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق تنكير كلمة الدين هنا لها حكمة بلاغية منقطعة النظير ما قال شي سبحانه وتعالى والدين الحق ليظهره على الدين كله طب خد بالك كلمة الدين هنا ليظهره على الدين كله الدين هنا تعني ماذا تعني كل الرسالات والديانات السابقة بما حدث فيها من تجاوزات ايا كانت التجاوزات وأي اسلوب آخر في عبادة الاله الحق خد بالك من كلامي شوية علشان تقف احنا عايزين نقولك ايه فأي دين او ديانة سبقت دين الحق محمد بن عبد الله الاسلام من عصر محمد بن عبد الله صلواته ربي وسلامه عليه الله تبارك وتعالى كانت غايته اظهار دين الحق على كل دين او على كل الدين ما حد يقول تب ما تقول كل الأديان هذه بقى النقطة التانية اللي عايزين نحط ايدنا عليها النهاردة بعد مسألة اللسان واحد كان موضوع اللسان هنشيل كل كلمة لغة ونستبدلها بكلمة لسان برضو النهاردة مبدأ تاني اتنين اياك ثم اياك ان تقول في اي وقت وانت بتتكلم في اي موضوع كلمة اديان هذه كلمة لا محل لها من المنطق اللساني سواء لسان القرآن او لسان العرب في المنطق المبين يعني ايه اذا فتشت في القرآن كله لن تكت جمع لهذه الكلمة وهذه حكمة الهية بالغة كلمة الدين كلمة لا تجمع ويعلمنا ذلك الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل واسمعوا هذه الآية وارجوا ان تفتحوا الآذان وهو يخاطب امة الاسلام محمد بن عبد الله يعني خد بالك الاسلام هو دين الله من عهد آدم ودي الحلقة التانية الحلقة اللي جاية ان شاء الله دين الاسلام ده امتى بدأ وازاي وليه وفين ده هناخدها الحلقة الجاية لكن دلوقتي في الحلقة دي خد بالك قوي الحق تبارك وتعالى يكلم امة محمد اسمع كده بيقول ايه بقى شرع لكم من الدين خد بالك من الدين شرع لكم من الدين المنطق هنا لو يسمح بجمع الكلمة وهو بيعلمكم انه شرع لكم من التي تفيد التبعيد كان لازم يقول ايه من الاديان اختر لكم دين من الاديان شرع لكم من الاديان هذا مستحيل في منطق اللسان القرآني كما استحالت عند العرب الفاهمين ما تلاقيش عربي مسلم واعي يجمع كلمة الدين ابدا والآية دي سورة الشورى بتوضح كده اسمع كده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين مع ان دول خمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومعاهم محمد صلى الله عليه وسلم ان اقيموا ايه الخمسة دول في منطق العرب حتى كتتمشي ايه ان اقيموا الاديان لكن لا هم خمسة صحيح لكن هيقيموا ايه دينا واحدا يبقى لما جه يبعض افرد الكلمة ولما جه بيتكلم عن جماعة افرد الكلمة ولو فتشت في القرآن كله لن تجد كلمة الاديان طب امال ايه امال احنا طب احنا عايزين نقول مثلا يعني مثلا يعني رسالة موسى ورسالة عيسى ومن قبلها رسالة ابراهيم ونوح نقول ايه قول رسالات او ديانات انما ما تقولش اديان لان الله واحد فالدينه واحد افهم دي ودي القاعدة اتنين النهاردة يبقى الاولانية اللسان بدل كلمة اللغة القاعدة التانية انه لا جمع لكلمة دين او الدين اطلاقا لا بد وان تأتي هذه الكلمة في منطقنا نحن العرب المسلمين وفي منطق القرآن او كما جاء في منطق القرآن افراد هذه الكلمة اسمع الاية كمان مرة شرع لكم من الدين شوف بص على اصباعي كده وانت تعرف افراد هذه الكلمة شرع لكم من الدين مع ان المنطق العربي يقول ايه من الاديان طالما هنبعض بقى طالما بنختار شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي اوحينا اليك ايا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى دول كم واحد خمسة ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يبقى لا تتفرقوا في الدين اما لي تتفرقوا في ايه في كنه الرسالة طب تاني رسالة ابراهيم كانت على ملة الحنفية السمحاء وهي رسالة تشمل مضمون الاسلام ويمكن ان كان في الوقت بقية من الحلقات ناخد الحكاية دي لكن اللي انت او المشهور عندك جدا ان اليهودية كانت الرسالة قبل الاخيرة او قبل قبل الاخيرة ثم جاء عيسى ابن مريم بالنصرانية فاليهودية رسالة والنصرانية رسالة ومحمد صلى الله عليه وسلم اخر رسالة لما انت تسمع في ايتين في صورة العمران مهمين جدا تسعتاشر وخمسة وتمانين واحفظ افتح المصحف واشوف الايات دي ان الدين عند الله الاسلام وفي خمسة وتمانين قال عمران دي تسعتاشر قال عمران خمسة وتمانين قال عمران ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قد يظن سامع او مستمع الى انه الكلام ده عن محمد ابن عبدالله صلواته ربي وسلامه عليه الكلام ده صحيح بس كلمة الدين تشمل الرسالات من عهد الى ان تقوم الساعة بدأت بآدم كنبي ثم نوح ابراهيم موسى عيسى عبر كثير من الانبياء والمرسلين لكن دول الرسالات الكبرى التي اشتهرت بين الناس اليهودية ديانة ولا رسالة ولا دين اليهودية ديانة او رسالة دينها الاسلام والنصرانية ديانة دينها الاسلام وديانة محمد بن عبد الله ديانة دينها الاسلام لكن خد برك ان اخر ديانة جاءت باسم الشرع العام فهو بيقولك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصين به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين يتكلم عن الدين ولا يتكلم عن كنه الديانة او الرسالة فلما اراد الله تبارك وتعالى ان يختتم الديانات او الرسالات لاهل الارض جاء باسم الديانة الخاتمة على اسم الشرع العام له من عهد له من عهد آدم يبقى اليهودية مش دين انما ديانة دينها الاسلام والنصرانية ديانة دينها الاسلام ومحمد بن عبد الله الاسلام ديانة دينها الاسلام ولذلك سابقة سابقة على الاسلام دينها الاسلام ايه بقى الدين وإيه الديانة الديانة محتوى الرسالة اما الدين التي تقوم عليه هذه الديانة سواء اليهودية او النصرانية او حتى الاسلام هو الاسلام وده معنى قول الحق تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام الاية تسعتاشر اهل عمران ثم في خمسة وتمانين يؤكد ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اذا الدين هو الشرع العام اما الديانات فتختلف باختلاف النبي او الرسول او الامة لكن الله تبارك وتعالى اختار لنا في النهاية الرسالة التي جاءت باسم الاسلام على دين الاسلام ولذلك الاية في صورة الشورى شرع لكم من الدين وما قالش الاديان ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ان كان في العمر بقيها ان شاء الله في الحلقة القادمة نستدرد فيه مسائل قواعد هذا البرنامج لنقف بقواعد ثابتة لبناء بنيان ان شاء الله اثبت واقوام اسأل الله تبارك وتعالى ان يجلي لنا حقائق هذا الدين الحق وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا كل عام انتم بخير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ترجمة نانسي قنقر